الله أكبر الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين عليان ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم صدق الله العلي العظيم نبارك للنواب الذين حصلوا على مقاعد في البرلمان ونأسف للذين سعوا ولم يصلوا إلى كرسي البرلمان كلا هذا الكلام ليس دقيقا هذا الكلام يجانب الحقائق الكلام الصحيح الذي يوافق الحقائق هو عكس ذلك تقريبا يلزم أن نقول نبارك لمن سعى ولم يحصل على مقاعد في البرلمان ونحذر من وصل إلى مقاعد في البرلمان هذا هو الصحيح لأنه يوافق الحقائق ذاك الذي سعى ولم يصل إلى البرلمان ذاك أعفي من مسؤولية كبيرة بل خطيرة نجا من أخطار نأسف له أم نبارك له وفي المقابل ذاك الذي وصل هذا الشخص في بحبوحة المسؤولية في وسط الأخطار نبارك له أي شيء الذي وصل إلى هذا المقام تحيطه الأخطار من كل جهة نبارك له أنه وقع في أخطار نهنئه بماذا يهزم أن نحذره لا أن نهنئه ولذا ترى أن الذين كانوا يفهمون ويعرفون هذه المعادلة كانوا يهربون من المقامات الدنيوية وإذا رأوا واجبهم التصدي لهذه المقامات كانوا يبقون خائفين وجلين يبقون المرجعية الدينية في بعدها الديني ذاك موضوع ثاني كلامنا ليس عن ذلك ولكن المرجعية الدينية تجلب مجموعة من النعم الكبيرة المراجع الكبار كانوا يبقون خائفين وجلين ما كان أحد يبارك لهم مع أنه هناك أموال هناك بعض القدرات هناك شخصية هذه كانوا يعتبرونها أخطار يبكون يتوسلون بمولاهم أرواح العالمين له الفداء أن يعينهم أن يسددهم تكليف تكليف صعب أخطار كبيرة قلت طبعا لا يقاس هذه المقامات الدنيوية لا تقاس بالمرجعية الدينية المرجعية الدينية بعد ديني لا ولكن لأنها تجلب مجموعة من النعم الدنيوية كانت خطيرة كانوا يجعلون أنفسهم في ضيق لكي يبتعدوا عن الأخطار قدر المستطاع هذا الكلام الذي نقوله عن النواب ليس خاصا بالنواب هذا كلام يقال عن كل النعم الدنيوية الكبيرة ليس فقط عن النواب البرلمانات أي شخص صاحب نعمة كبيرة يلزم أن نحذره وأي شخص سعى لتحصيل نعمة كبيرة ولم يحصل يلزم أن نهنئه أنك لم تحصل على هذه النعمة الكبيرة لوجود الأخطار النعمة الكبيرة تساوي وجود أخطار كبيرة طبعا هذه الأخطار تكون لعامة الناس أيضا ولكن بالنسبة لأصحاب النعمة الكبيرة هذه الأخطار تكون شديدة جدا خطر الشخصية خطر القوة خطر توجه صفات سيئ بدرجات شديدة وأخطار وأخطار هذه من جهة من جهة أخرى يلزم أعرف أن حصة الإنسان من النعم محددة أنا لي حصة معينة من النعم وكل نعمة أحصل عليها تفقدني نعمة أخرى يعني ماذا كتصوير أقول كأن الله عز وجل يرسل إلي نعمتين دائما دائما هكذا فبمجرد أن أحصل على إحداهما الثانية تفلت تهرب هذه المعادلة كشفها لنا المولى أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام حيث قال لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى قانون تكويني شئت أم أبيت لا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى نعمتان تتوجهان إلي إحداهما لي أخذت هذه النعمة الثانية فلتت الثانية ذهبت دائما هكذا وهذا المعنى طبعا المولى أمير المؤمنين أهل البيت عليه الصلاة والسلام ذكروا مصاديق عديدة بل في الروايات الشريفة مصاديق كثيرة لهذا القانون التكويني يقول المولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في ذكر مصداق من مصاديق هذا القانون التكويني تأخذ نعمة الثانية تهرب حتما بالتأكيد دائما هذه الكلمة أصبحت مثلا أصلا من الأمثال العربية تعتبر كلام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول كم من أكلة منعت أكلات هذا مصداق من المصادقات القانون هناك كلمة عظيمة عظيمة وكم تحمل وكم تحمل هذه الكلمة من أمل للأشخاص الذين يكادون أن ينهاروا للأشخاص الذين يكادون أن يصابوا بالكآبة الشديدة كلمة مليئة بالأمل مليئة مليئة بالأمل أمل يقول صلوات الله وسلامه عليه من عجيب الكلمة وكم هي جميلة من ضيعه الأقرب أتيح له الأبعد يحزن الشخص على ماذا مشكلة مشكلة كبيرة جدا الأقربون يؤذوني الأقربون يقاطعوني من ضيعه الأقرب أتيح أتيح يعني هو لا يصنع يأتي من مكان أتيح له الأبعد أقاربك يؤذوك الأبعدون ينصرونك قانون هذا هذا قانون تكويني نعمة تأخذها نعمة تذهب نعمة تذهب نعمة ثانية تحصل عليها فإذا كان هكذا تفرح بحصول النعمة على ماذا لعل النعمة الثانية التي فقدتها كانت أحب إليك من هذه النعمة أبارك لك بحصول النعمة لماذا النعمة الدنيوية كلامنا خصوصا النعمة الكبيرة حصلت على نعمة دنيوية أبارك لك أنت تأكيد فقدت نعمة يعني ماذا يعني لا نسعى للحصول على النعم لا ليس المقصود هذا السعي لحصول النعم هذا شيء موجود في القرآن الكريم في الرواية الشريفة ليس للإنسان إلا ما سعى الإنسان يسعى ولكن يسعى مع فهم هاتين المعادلتين المذكورتين في الآية المباركة لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم إسعى للحصول على النعم لا بأس ولكن اعرف هذه المعادلة نصف آية قرآنية لكي لا تأسوا على ما فاتكم إسعى إذا حصلت على النعم لا تفرح وإذا لم تحصل على هذه النعم لا تحزن لا تأسه الذي يفهم المعادلة لا يأسه أنا سعيت لنعمة وهذا واجبي ما حصلت عليها الحمد لله لأنه حتما توجد نعمة ثانية تأتيني سعيت للنعمة ما حصلت عليها الحمد لله رب العالمين لا أصبح بطرانا لا أصبح فرحا فرح غير طبيعي لا ثلاث أو ثلاثة مطالب ثلاث نقاط أذكر أذكرها بسرعة وأنهي وأنهي كلامي بهذه النقاط النقطة الأولى هناك جاسوس هذا الجاسوس فيه مشكلتان المشكلة الأولى يرافق كل مكان ليس جاسوس في موضع عملك لا في بيتك في كل مكان معك ويطلع على تفاصيلك المشكلة الثانية أن هذا الجاسوس يبقى فترة عندك ثم يذهب ويفضحك أمام الناس أمام العالم من هو هذا الجاسوس هذا الجاسوس بالضبط هي النعمة هناك حديث للمولى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يسمى بحديث الأربعمائة صحيح الأربعمائة الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام علم لأصحابه أربعمائة باب من شتى الأمور فيها عقائد مهمة فيها أحكام إلزامية فيها مستحبات ومكروهات فيها آداب فيها أخلاق فيها تاريخ فيها فهم الحياة فيها نقاط كثيرة حديث الأربعمائة موجود في آخر كتاب الخصالة أو آخر كتاب الخصال للشيخ الصدوق في مقطع من هذا المقاطع الأربعمائة يقول الإمام أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها لماذا؟ فإنها تزول هذا واضح يوجد عاقل على وجه الكرة الأرضية يقول إنه عم تبقى حتما تزول هذه ليست مشكلة يعني لا أقول ليست مشكلة مشكلة نفهمها المشكلة الكبرى أين؟ فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها تفضح إذا استخدمت هذه النعمة في مجال سيء ستفضحك هذه النعمة هي النعمة نفسها تفضحك إذا استخدمت هذه النعمة احتكرت هذه النعمة فقط لنفسك ستفضحك أحسن صحبتها حتى تنقلك هي تنقل الشيء الواقعي حتى تنقل عنك شيئا حسنا عندما تفارقك هذه النعمة تنقل عنك شيئا حسنا لا هذا الشخص ما استخدم النعمة في المحرمات ما احتكر النعمة لنفسه قسم النعمة بينه وبين الآخرين أحسنوا صحبة النعم قبل فراقها فإنها تزول وتشهد على صاحبها بما عمل فيها نقطة ثانية بسرعة نمر على هذه النقاط وإن كانت مهمة جدا النقطة الثانية مفهوم خاطئ القرآن الكريم سعى أن يخرج هذا المفهوم الخاطئ من أذهان الناس في آيات وآيات مقطع من القرآن الكريم في سورة الفجر الله عز وجل يقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه ابتلاه يعني امتحنه فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرم يعني أكرمني هذه النون مكسورة هنا ياء محذوفة وأما إذا ما ابتلاه امتحنه فقدر عليه رزقه يعني ضيق قدر يعني ضيقه وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا الله عز وجل مباشرة يقول كلا هذا المفهوم هذا الشيء الموجود في أذهان الناس خطأ أنا عندي نعمة الحمد لله يتبين أنني كريم على الله الله عز وجل أكرمني انتظر النعم الدنيوية نتحدث عنها ليس الكلام عن النعم الأخروية النعم الأخروية قطعا إكرام بلا شك ولاية أمير المؤمنين إكرام قطعا زيارة سيد الشهداء إكرام قطعا فأسأل الله الذي أكرم مقامك يا حسين وأكرمني بك النعم الأخروية إكرام من الله أكبر إكرام من الله الكلام عن النعم الدنيوية إذا أنا متناعم فإذن الله عز وجل أراد أن يكرمني لا تستاجل إذا حصل لي ضيق الله أهانني الله ما أهانك قد يكون هذا الضيق من صالحك قد يكون هذا الضيق لفتح نعمة ثانية أكبر من هذه هذه نقطة ثانية نقطة ثالثة أنا صاحب نعمة كبيرة طبعا عادة عندما نتحدث عن النعمة الكبيرة أفكر في الآخرين لا فلان صاحب نعمة كبيرة فلان ذاك فلان هم يقول فلان ذاك هم يقول فلان لا عندنا عندنا نعمة كبيرة كل واحد مننا عنده نعمة كبيرة ونعمة كبيرة عندنا نعم كبيرة همنا في هذه النعم ما هو لننظر إلى أصحاب النعم الكبيرة الضخام العمالقة في النعم الكبيرة النعم الدنيوية الكبيرة قصدية الذين حازوا على نعم ضخمة ضخمة جداً دنيوية هؤلاء ما هو همهم في هذه النعم سليمان بن داود يوجد مثل سليمان بن داود في الحصول على النعم الدنيوية ما الذي عندك عندك أموال الأموال عند سليمان كانت لا شيء عندك سلطة على مجموعة من البشر السلطة كانت له سلطة على البشر على الحيوانات على الطيور على الجن قدرات عندك قدرة واحد من جماعته أحضر عرش بالقيس آلاف الكيلومترات في أقل من طرفة عين عرش بالقيس الضخم كونكورت كم هي سرعته وليس أشخاصان عرش الله عز وجل يعرف كم كان وزن هذا العرش قال له الكلمة عرش برقيس كان موجود قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأاه مستقرا عنده بمجرد أن قال الكلمة سليمان بعد لم تطرف عينه حذر عرش بالقيس يعني ما تكلم بكلمات آسف أصلا قال أنا أحضر حلص حضر يعني بإرادة أحضر بإرادة هذا واحد من أصحاب سليمان سليمان صاحب هكذا نعم دنيوية الضخمة أكبر أملاق في الدنيا في تاريخ الدنيا في النعم الدنيوية ما الذي كان يريد ثلاثة أشياء طالبها من الله عز وجل قال ربي أولا أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي لعل المقصود شكر لساني ثانيا وأن أعمل صالحا ترضاه إلهي هذه النعم أجعلها في شيء يكون فيه رضاك عنده نعم أصلا نعمنا الدنيوية عنده ولا شيء ولا شيء نعمة الملوك لا شيء عنده إلهي أجعل هذه النعم في طريق رضاك وأن أعمل صالحا ترضاه الثالث وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين النعم لتكون تريد أن تحصل على النعم احصل على النعم ولكن لا ننسى هذه الأمور النعم صنعت لك ولي وللبشر النعم الدنيوية ولكن مع الالتفات إلى أبعاد النعم موضوع النعم موضوع طويل والآيات القرآنية ناهيك عن الروايات الشريفة بيّنت جوانب مهمة جدا في النعم الذي يعرف حدود النعم الدنيوية لا يتصارع عليها يسعى ولكنه لا يتصارع نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الشكر وأن يوفقنا للعمل الصالح وأن يجعلنا من عباده الصالحين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدية آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد وآل محمد